عقد وزير الموارد المائية والرأي محمد عبدالعاط اجتماعا لمتابعة أعمال الأنشطة الخاصة التي يتم تنفيذها من قبل الهيئة المصرية بمختلف المحافظات وذلك في إطار المشروعات القومية الكبرى واستعرض وزير الرأي خلال الاجتماع مساهمة الهيئة ضمن المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصرية حياة كريمة وذلك لتنفيذ الأعمال المساحية الخاصة بالمواقع التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة حيث انتهت الهيئة حتى الآن من تنفيذ ما يقرب من 3224 موقعا بمختلف محافظات الجمهورية كما تساهم هيئة المساحة في العديد من المشروعات القومية الأخرى